من المتوقع الشروع في استكمال ملف تعويد الفلاحين المتضررين من الجفاف نهاية الأسبوع القادم بعدما أعطى وزير الفلاحة والتنمية تريفية خلال أول اللقاء جمعه باتحاد الفلاحين تعليمات صارمة لمدراء المصالح الفلاحية بالولايات التي شهدت تأخيراً في التنفيذ يعرف التأخير كما أم لباقي كما باتنا كما تبسها كما تيارت لمسان بعض البلايات فيها تأخير كبير ولكن سيد الوزير أعطى تعليمات صارمة لكل مدراء المصالح الفلاحية ومدراء التعاونية الحبوب والبوق والجفاف بشيء شرعه في العملية ينهيوها قبل الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله اللقاء تطرق أيضاً للآليات التي يمكن من خلالها تشجيع المربين للحفاظ على الثروة الحيوانية من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب والعمل بالتنسيق مع الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي ويتقصور في اللحين الصار من إنتاج نتيجة الخسائل اللي تكبدوها وما يجوش ليوقف معهم اليوم فيه تعاهدنا عن سيل الوزير أنه يتكفل بالشعبة هذي وفيه لقاء مع الفيدراني الوطنية لمربي الدواج اللي هي من ضوية تحتي والتحاد الوطني في اللحين الجزائيين ورح يجد يدي اللي يقاعد إن شاء الله باش نديروا التصور على الشعوبة هذي باش يكون العرض وفق الطالب وننجو إن شاء الله وتكون أسعار في المتناول للمواطن البسيط إن شاء الله قرارات عديدة تعمل الوزارة الوصية على تنفيذها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والقضاء على التذبط بالتموين بالمواد الذاتي لاستهلاك الواسع التي تعرفها السوق بين الفترة والأخرى ترجمة نانسي قنقر